السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده هنتعرف على اغلى عشر اندية عربية في 2023 وخصوصا بعد الموجة الشديدة بتاعت الصفقات اللي في السعودية من حيث القيمة التسويقية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي حيكون فيديو مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية بيتفوق فريق الهلال السعودي بصدارة قيمة اغلى عشر اندية عربية على مستوى القيمة التسويقية ودخلها لشهر سبعة الجاري من 2023 وقبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية نادي الهلال السعودي كان حريص على ابرام العديد من الصفقات القوية خلال مماركاته الصيفي الحالي وعلى رصها السنغالي كاليدو كليبالي والبرتغالي روبين نفيس صيربي سافيتش وبالتالي ارتفعت القيمة التسويقية لفريق الهلال السعودي لمية واربعين مليون يوور عشان يتربع على صدارة قيمة اغلى عشر اندية عربية في 2023 في الفترة الحالية نادي الهلال بيتفوق على نظيره النصر السعودي اللي بيجي في المركز التاني بقيمة تسويقية 121 مليون يورو وبعدهم ييجي اتحاد جدة اللي بيضم السناء المصري احمد حجازي وطارق حامل بقيمة تسويقية 77 مليون يورو تعالوا كده نشوف ترتيب اغلى عشر اندية عربية في قيمة تسويقية بتاعته واللي بيجي في المركز الاول نادي الهلال السعودي بقيمة تسويقية قيمتها 140 مليون يورو في المركز التاني نادي النصر السعودي 121 مليون يورو في المركز التالت نادي التحاد جدة 77 مليون يورو في المركز الرابع نادي اهلي جدة 51 مليون يورو المركز الخامس الشرق الاماراتي ب40 مليون يورو المركز السادس الوحدة الامارات 37 مليون يورو في المركز السابع العين الامارات 35.05 مليون يورو المركز الثامن نادي الصد القطري ب35 مليون يورو المركز التاسع النادي الاهلي المصري ب33 مليون يورو اما في المركز العاشر والاخير نادي شباب اهل دبي ب30 مليون يورو ده كده كان ترتيب اغلى 10 اندية عربية في 2023 وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه مشترتش في القناة انا بدأوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاية حيكون فيديو مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة